تعد مياه الآبار في محافظة النجف ثاني أكبر مصدر للري بعد مياه نهر الفرات أكثر من 11 مليون دونم من الأراضي في المناطق الصحراوية تعتمد في سقيها على مياه الآبار العذبة ذات التدفق الذاتي لكن قسما كبيرا منها بات ممنوعا من الاستفادة من مياه الآبار بحجة عدم خضوع تلك الأراضي لضوابط الري بحسب مسؤولين في المحافظة دائما تكون هناك توجيهات من قبل المحافظة أو الحكومة المحلية في المحافظة توجه الدوائر المعنية بضرورة متابعة ورقابة التجاوزات التي تحدث على المياه الجوفية من خلال حبر الآبار ذات التدفق الذاتي وعدنا مجموعة مكونا من فرق تابعة للمديرية التابع هذه العملية من خلال متابعة الوحيرات والمعامل والمشاريع التي تستخدم مياه الآبار بصورة غير نظامية أو مقننة مزاعم الاستخدام خارج الضوابط والتأثير على الخزين المائي لمياه الآبار في النجف دون إيجاد حلول حقيقية من قبل الجهات المعنية يؤثر بشكل مباشر على حياة الآلاف من سكان المناطق الزراعية يعني عيشتنا على الله وعليه هنا ذن البيار الانسدن همات عدنا زرع عليه وهذا النخل وعيشتنا على الله وعليه شو تقولين يعني عدهم وسيلة يسوينا أبيات يجيبونا ما يحلوا من الشاط قو ما يسويها احنا ما عدنا غير ذن البيار مستخدمها للزراعة يعني إذا انضمتها تنتهي زراعة عمالتنا بينا نزرع لا ما يشط يمنى ونزرع به مستخدم هنا المياه الجوفية ويتهم السكان السلطات الحكومية بالتوجه لحرمان الكثيرين من مياه الآبار الجوفية والهدف تقليص مساحة المنتج المحلي لفائدة المحاصيل المستوردة من الخارج